مرحبا اعزائي متابعي قناة برلين بعين العربية صدر عندنا تحديث التطبيق الواتساب التحديث نزل هاليوم فخلونا نبدأ اول شي شون نعرف عندنا تحديث راح نروح على الابل ستور نروح على الحساب مالتنا فوق ننزل ننزل الصفحة الى الاسفل راح يظهر عندنا التحديث نضغط على مير راح يظهر عندنا التحديث برقم 2-21-190 تحديث 108.5 ميجا بايت طبعا قبل ما تحدثون تدوس على كلمة تكبس على كلمة تحديث تروح على اهم شي الاعدادات تنزل على عام تروح على تحديث البرنامج تتأكد انه البرنامج محدث الاخر شي وما عندك اي تحديث يحتاج وتروح على مساحة التخزين ليش مساحة التخزين لانه اذا كان عندك هنا مساحة غير مستخدمة 7 جيجا واقل راح التطبيق ما يشتغل عندك مضبوط وارا فترة يوقف ويسبب لك مشاكل فدائما اذا عندكم اي شي غلط هنا حاول تشيلونه من المساحة واني مثلا عندي الواتساب اذا نزلت ودخلت عليه وشفت المستندات والبيانات 1 جيجا فالافضل تحذفه وترجع تنزله او راح اعلمكم طريقة شون تخلصون من البيانات الموجودة فخلونا نبدي شون انحدثه فهسا انحدث الواتساب هسا بدأ يحدث التطبيق طبعا دائما التحديثات ما تطولوا هذا 108 يعني كل شو صغير التحديث فهسا راح اعلمكم شون تمسحون الاشياء الزايدة فاني دخلت اريد امسح بعض الشغلات فهذا الحساب مالتي اذا عندك مثلا 1 جيجا راح تفوت على التخزين والبيانات راح تفوت على ادارة تدخل هنا على ادارة التخزين راح تظهر عندك هذه اللوحة المساحة شقد والمساحة الخالية وتظهر عندك العناصر اللي اكبر من خمسة ميجا مثلا عندي هذا الفيديو راح اكبس عليه وتقدر تسوي تحديد الكل تحذفها او مثلا انا اريد احدد هذا على الحثة فحثف العنصر هذا راح بعد فاكو كثير شغلات ادزولك اياها تريد شوف بدأت تنزل اقدر احدف غيرها وغيرها وغيرها بس انا اريد احتفظ بها البقية مثلا عندك هنا اي شي انت ما تحتاجه فتقدر تدخل عليه وتحذفها شوف هاي مالتنا مالي الكورس نقدر نحدد نسوي تحديد ونقدر نلغي وتقل ايضا الحجم منها تقدر تخلص مني الحجم الزايد اتمنى استفاديتو ولا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جيد من عندي واي سؤال او استفسار كتبوه بالرسائل ارجع عرض عليه وشكرا للجميع مع الف سلامة اشتركوا في القناة